موضوعين انفراضين مهمين جدا اول موضوع هو موضوع فرجاني ساسي وحقول لكم حاجة مفاجأة مدوية وعكس كل الناس مما بتتكلم وعلى مسؤوليتي الشخصية ادارة الزمالك فتحت خط مع وكيل اعمال فرجاني ساسي لحاجتين التجديد او عدم التجديد يختار اللي هو عايزه لاغلاق الملف كل الناس راحت في موضوع فرجاني ساسي كل الناس راحت للارقام الكبيرة كل الناس راحت للارقام الكبيرة كام تلاتين اربعين ادارة الزمالك حددت ارقام ليس لها علاقة بهذه الارقام تماما وقالت لوكيل فرجاني ساسي هو ده امكانيات وظروف نادي الزمالك المادية لان عندنا فريق نحافظ عليه فحطه سقف سقف للارقام الارقام اللي كنا بنسمحها لفرجاني ساسي مش هي دي المصبوطة مش هي دي اللي الزمالك عرضها الزمالك عرض ارقام اقل من كده بكتير وقال لفرجاني ساسي هتوافق نادي الزمالك بيتك يتشرف بوجودك انت لعيب كبير هترفض يبقى احنا حطينا سيستم للفريق عشان نقدر ندفع او نسد الامور المادية ونحافظ على كان الفريق المفاجأة المدوية ان فرجاني ابدأ الدوق الاخضر او ابدأ موافقة مبدئية وبيفكر هنا شابول ادارة نادي الزمالك شابول ادارة نادي الزمالك انها بتصلح امور كتيرة جدا 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 كانت مش صح الارقام دي عمرك ما تقدر تمشي بيها ده امفراد عندنا يخص فرجاني ساسي يخص دارة زمالك عكس ما كل الناس ماشية الارقام اللي كل الناس بتتكلم عليها لفرجاني ساسي غلط الارقام اللي تعرضت ارقام اقل من كده بكتير جدا 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 والمفاجأة ان الكلام او الموافقة في الطريق بغض النظر تطلع فيه موافقة ما طلعش فيه موافقة ده اللي قاله نادي الزمالك ونادي الزمالك مستني رده حتى لو خلاص خلاص هتكمل نهاية المدة وانت لعبت معنا بالتزام بمنتقى الاحترام وخلصت القصة على كده